سكوت سكوت سكوتلندا يعيني يعيني سكوتلندا البلد اللي أبهرت الملايين بطبيعتها الفريق وجغرافيتها الغنية بالمزايا العديدة بتعدد أشكال تضاريسها وألوانها وكأنك ضمن لوحة فنية سريالية مشاهد درامية لوديانها وجبالها الصخرية الوعرة بسكوتلندا رح تعيش جنون وصلابة الطبيعة وتقابل ألطف شعب على الإطلاق سكوتلندا بلد القصور والقلاع أرض المحاربين والقلب الشجاع واحدة من أجمل المدن اللي رأيتها بحياتي بصراحة على الإطلاق مرحباً لسكولند برحب بيكم ببلد السكوت سكوتلندا وخاصة من مدينة أدامبرا هذه الكلمة العربية التي تعني أدامبرا إيدن برا سكوتلندا سكوت سكوت هذا العمل برعايتي ومن الألف إلى الياء وقبل ما نبدأ بتمنى منك تدعم القناة بالضغط على زر المتابعة والإعجاب وكتاب التعليق أو طرح سؤال هدفي هو تقديم عامل مميز غني بالمعلومات بصيغة فكاهية وترضي إن شاء الله بعض الأزواق وجهتي الرئيسية كانت إلى العاصمة الأسكوتلندية مدينة أدامبرا ومن هذه المدينة بدأت رحلتي إلى بعض المعالم والمدن الأسكوتلندية التي كانت على النحو التالي من أدامبرا بقطار لمدينة سانت أندروز أيضاً انطلاقاً بالقطار لمدينة جلاسكو ثم بالباص السياحي لمدينة فورت ويليمز وفي المرتفعات السكوتلندية أو الهايلاند ولقرية جليمفن ولمدينة بيتلوكري ثم العودة إلى العاصمة أدامبرا خلونا نبدأ بأهم مدينة في سكوتلندا ونتعرف فيها على العاصمة أدامبرا أدامبرا تاني أكبر مدن سكوتلندا سكاناً والسابع على مستوى المملكة المتحدة وبيبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة والتي تصدرت بعام 2022 بقائمة أجمل مدن العالم بتنوعها الضخم والجميل من الحدائق والمتاحف والفعاليات الفنية أيضاً بالتنوع في المطاعم اللي تتناسب وتتوافق مع جميع الأزوار وتعد من أشهر المراكز التجارية العالمية وعلى الرغم من ظغر المدينة اللي أنها بتمتاز بتاريخها القديم وبهندسها المعمارية اللي بتعود للعصور التقليدية الوسطى كما أنها من أهم المراكز أثناء عصر التنوير واللي اشتهرت عبر جامعة أدنبرا باسم أثنى الشمال يومياً من هالقلعة بيضربوا المدفع الساعة وحدة عدد يوم الأحد والأعياد الرسمية سكوتلندا هي البلد الوحيدة اللي ما دمرت كلياً بالحرب العالمية الثانية فلذلك بتلاقي كل البيوت والعمار مثل ما هو من عام 1500 أو 1700 ورح تلاحظ بها المدينة بامتيازها في الحفاظ على أصالة ورونق مبانيها مع التخطيق العصري للمدينة وصنفتها اليونسكو واحدة من المواقع ضمن التراث العالمي أدنبرا بتحتوي على بيئة سياحية ممتازة وإلها شعبية كبيرة في بريطانيا محلياً وعالمياً وبتتناسب مع كافة الأعمار محلياً 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 رح ندنا اليوم لمدينة سانت هندرو مدينة تبعد عن أدامبرو حوالي الساعة مدينة ساحلية جميلة مدينة سانت اندروز مدينة صغيرة تقع على خليج واسع وبتعتبر موطن لرياضة الجولف هواق شديد شديد برد قارس هواق بارد على الرغم من كل هالشي تلاقي فيه ناس نزل عمل له غطة وطلع والممثل الشهير شون كونري اول وافضل من لعب بطولة جيمس بوند هو صاحب العبارة الشهيرة بوند جيمس بوند اوصى ارملته بنثر رماده على المكان اللي اضى فيه اسعد لحظات حياته هو احد ملاعب الجولف بهاي المدينة والنصف الثاني عن داره القديم بمدينة ادنبرا اللي نشأ فيها فقير وكان يشتغل بتلميع التوابيت وبيع الحليب حتى اصبح نجما مشهورا نصف اليوم لمدينة جلاسكو المدينة الثانية بعد العاصمة ادنبرا بالقطار هذا المدينة ادنبرا شوبي شوبي هدوء وصلنا مدينة جلاسكو مدينة ادنبرا هدوء يعني هالبلد لما سموها سكوتلاندا كانوا على صواب هدوء مدينة جلاسكو سكوتلاندا سكوت سكوت سكوتلاندا يعني يعني مدينة جلاسكو اكبر مدن سكوتلاندا وتالت اكبر مدن المملكة المتحدة وابتقى على ضفاف نهر كلايد شهدة جلاسكو ثورة صناعية في القرن الثامن عشر واللي حولتها من مدينة ريفية الى مدينة صناعية واللي خلاها تحتل المرتبة الاولى على المستوى الاوروبي من ناحية الاهمية التجارية ومركز مالي مهم في اوروبا وموطن لكتير من الشركات الرائدة واحدة من افضل الوجهات المناسبة للدراسة الجامعية موسيقى 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 واللي تتميز فيه مدينة جلاسكو احد معالمها هو فن الجرافيتي والرسومات الفنية الجدارية الضخمة قم في الابداع والتألق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متحف ريفرسايد متحف ادوات النقل والحائز على جائزة جلاسكو المتحف بضم اكتر من 3000 معروض وبركز على النمازج الاولى او البداية لصنع السيارات والدراجات من القطارات حتى قطار متر الانفاق كل نمازج العربات حتى عربات الاطفال والدراجات متحف جميل جدا والدخول مجاني من السيارات البداية اول سيارة اللي بتصنعه شركة فورد الامريكية سيارة فورد من 1915 شوفوا هالهولت رويز باستوارات يا او Bur paradigm بتصنعه 1933 باستوارات ا inspires باستوارات بائم تثير لما بتتجه في اسكوتلندا نحو الشمال رح تلاحظ بالتغييرات الدرامية في الطبيعة والجبال والبحيرات والمساحات الواسعة واللي بتمفرد بجمال ريفي فريد من نوع طبيعة الاسكوتلندية الخلابة يعني طبيعة متنوعة الوجود ومتعددة الأشكال والألوان وفي هذه المناطق تم تصوير أفلام كثيرة أشهرها فيلم جيم سبوند سكاي فول وتصوير الفيلم الشهير القلب الشجاع وأفلام هاري بوتر وأفلام كثيرة وراي هذا الجسر اسمه جيلين فن المعروف بأفلام هاري بوتر هذا الجسر الطويل ومن مدينة بيتلوكري الرائعة باستودعكم بإذن الله على أمل لقاء في مدينة بيتلوكري الرائعة في رحلة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله مع السلامة يا حمامة إلى اللقاء اشتركوا في القناة